السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أصيكم نفسه بتقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار أيها المسلمون سورة عظيمة في كتاب الله تتكرر على أسمائنا وفيها من الدروس والعبر الشيء الكثير والذي جعلنا نقف معها في جمعتنا هذه هي سورة قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ففي هذه السورة الكريمة يمتن الله على قريش بأن جمعهم بعد أن كانوا متفرقين وأمنهم بعد أن كانوا خائفين وأطعمهم بعد أن كانوا جائعين فكان الواجب عليهم تجاه هذه النعم العظيمة والمنن الكثيرة أن يشكر الله تعالى حق شكره ومن تمام الشكر وواجبه تحقيق عبادة الخالق وحده لا شريك له وصرف جميع أنواع الطاعات والقربات له لا لغيره جل جلاله أيها المسلمون هذه السورة لها صلة بالصورة التي قبلها وهي سورة الفيل إذ أن في سورة الفيل بيانٌ لمنة الله على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة وأما قريش فعلمٌ على القبيلة وهم ولد النظر بن كنانة وسموا قريشاً لتجمعهم بعد التفرق فالتقريش التجمع والالتئام وكانوا متفرقين في غير الحرم فجمعهم قصي من كلاب الحرم حتى اتخذوهم اسكنا وأسكنهم مكة ونظم شؤونها ووضع أساس سيادتها الدينية والسياسية وأسدار الندوة حيث كان يجتمع أعيان قريش للتشاور في أمور السلم والحرب وقيل قريش هو التكسب لتجارتهم وجمع المال وقيل قريش تصغير قرش وهي دابةٌ تكون في البحر هي أعظم دواب البحر خطر لا تغفر بشيء من دواب البحر إلا أكلته فسميت قريش بها لأنها أعظم العربي فعالاً نعم عباد الله رحلة الشتاء والصيف رحلتين للتجارة مرة في الشتاء ومرة في الصيف أما في الشتاء فيتجهون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيها ومرة في الصيف فيتجهون إلى الشام لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت إضافة إلى أنهم يرجعون إلى بلدهم مكة آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس ولكونهم سكان حرم الله فمن عرفهم احترمهم هذا في حال سفرهم وأما في حال إقامتهم قال تعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ الْنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ نعم وقيل أن الذي سن لقريش هاتين الرحلتين هو هاشم بن عبد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ذلك أنهم كانوا تعتريهم خصاصة أي مجاعة فإذا لم يجد أهل بيت طعاما حمى رب البيت عياله إلى موضع معروف وضرب عليهم الخيمة وبقوا فيه حتى يموتون جوعا ويسمى ذلك عندهم الاعتفار فبلق خبرهم هاشمًا فقام هاشم خطيبًا في قريش وقال إنكم أحدثتم حدثًا تقلون فيه وتكثر العرب تذل وتعز العرب وأنتم أهل حرم الله والناس لكم تبع ثم جمع كل بني أبٍ على رحلتين جمع كل من كل أسرة جمع منهما شخص يخرجون معه يخرجون إلى رحلتين للتجارات بعد الشتاء والصيف فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير من عشيرته حتى صار فقيرهم كغنيهم وقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت أي أن الله بأعظم عمل وواجبه وأشرفه وهو توحيده جل جلاله لأن من تمام الشكر رب الكعبة المشرفة إفرادهم بالعبادة قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء فلا يعبدوا صنمًا ولا ندًا ولا وثنًا الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف فنعم الله على عباده كثيرا ومن أعظمها بعد نعمة التوحيد الغذاء والأمن ولذلك عباد الله الله ربط تعالى في كتابه بين الغذاء والأمن في مواضع متعددة وذكر أهل مكة بهما وذكر أهل مكة بهما قال الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف وقال تعالى أيضًا أولم نمكن لهم حرمًا آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدنّا ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا ورواه الترمدي وحسنه الألباني عباد الله الأمن نعمة فلنحافظ عليه بالتوحيد والطاعة والشكر لله تعالى قال تعالى وضرب الله مثلاً قريةً آمنة قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله نباس الجوع والخوف لما كانوا يصنعون قال تعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وهذا يسميه العلماء كفر النعمة ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار عباد الله احرصوا على النعم التي أسبقها الله عليكم ورغد العيش والأمن في الأوطان وإياكم التفريط في هذا لقد قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله الذي جعل في السماء بروجة وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر وأراد شكورًا وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى المهاجرين والأنصار ما تعاقب الليل والنهار ما صلى عليهم الأبرار ما اتصلت عين بنظر ووعت أذر بخبر اللهم اصقنا من يده الشريف شربةً هنيئةً لا نظم بعدها أبداً إلهي من أنا أنا في الوجود وديعةً وغداً سأمضي عابراً في رحلتي إن لم أخلص في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك يا من يحار الفهم لقدرته وكل ما في الكون من صنعتك إلهنا وخالقنا عصيناك فسترتنا عدنا إليك قبلتنا ما أعظمك وما أكرمك كفانا فخراً أن تكون لنا رباً وكفانا عزاً وشرفاً أن نكون لك عبيداً ومما زادنا شرفاً وتيهاً وكدنا بأخمصنا نطأثرياً دخلنا تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنا نبياً عباد الله أوصيكم نفسي المقصر بتقوى الله اتقوا الله عباد الله اعلموا أنكم ملاقوه واتقوا يوماً ترجعون فيهنا الله إنه يوم يا عباد الله لكنه ليس كبقية الأيام يوم يعض الظالم على يديه يوم ترى كل أمة جافية يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم ويقول سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب فلنعد لهذا اليوم جوابا لأن كل مننا سيقف أمام الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس بينك وبين الله ترجمان فلنعد جواباً لذلك اليوم واتقوا يوماً ترجعون فيهنا الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ويقول تعالى أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فلنحافظ على أمن البلاد ولنبتعد كل شيء يحرض ويسبب الزعزعة في الأمن فلنحافظ على هذا الوطن وعلى هذه النعم فنعم الله علينا كثيراً وأولها الإسلام والتوحيد وأن جعلنا من أهل السنة والجماعة التمسخ بكتاب الله وسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمها أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم هذه النعم النعمة الثانية نحن في بلد الله أصبغ علينا النعم فلنحافظ على هذا الأمن ولنحافظ على هذا الرغد من العيش كم من أمم ضيعوا هذا الأمن يندمون الآن ولكن بعد أن فات كل شيء اللهم جعل هذا الجمع جمعاً مباركاً تفرغنا بعد تفرغنا أيدي المعصومة لا تدع فينا ولا معنا شقياً ولا محرومة نسألك الأمن في البلد والإصلاح في الولد والعافية في الجسد نسألك الراحة في البال والإصلاح في العيال اغفر لوالدين والوالد والدين وارحمونك ما ربنا الصغار اللهم اغفر لوالدين ووالد والدين وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اشف كل مريض وعافي كل مبتلى واهد كل ظالم يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم البخل والجبن العجز والكسل غلبة الدين وقهر الرجال نعوذ بك من البرس والجنون والجدام ومن سيئ الأسقام نعوذ بك من عين العائنين حسد الحاسدين مكر الماكرين سحر الساحرين شعود المشعودين نجعلك إلهي في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم يا رب العالمين أيها المسلمون يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله مخبرا وآمرا أن الله ملكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين